موشي يرمينا بورت كومو واضح محمد أمين أكساس مدية الجزائر الجمهور تقلق بعد هذا التعادل الكثير حمل المسؤولية للمدرب دولور قال بأنه خياراته مدرب ماشي دولور المدرب عفوان بومان عليم زياندي واحد يصلاح لي خياراته بخصوص إدخال مسوسة إدخال مزياني إدخال دولور البعض يقول بأنه دولور سجل هدف في ست مباريات فقط ولو أنه ملعبش في خنشلا الكثير يتكلم على نقص عدد الأهدف الفريق الموسم الماضي بعد ست مباريات سجل تقريبا 18 هدف أو 16 هدف 16 هدف في حين هذه المرة رأم سجل إلى 6 أهدف هذا الموسم دولور سجل هدف واحد أمام نادي بارادو في اللقاء الأول المدرب برر ذلك وقال بأن دولور لم يلعب منذ فبراير الماضي وبتالي هو في فترة عودة للمنافسة ولو أنه الموسم الماضي نتذكر أنه يوسف بالليلي لم يكن قد عاد للمنافسة منذ فبراير ما قبل الماضي ولما جاء بداية الموسم المولودية كانت سجل 4 5 كانت سجل 16 أو 17 هدف فهل تعتقد أنه أنصار المولودية الآن قلقون ولكن القلق هذا مبرر أم تعتقد أنه لازم شو وقت ومشي بالضرورة الفريق يفوس بكل المباريات أحب أن سأل كي تلعب على البطولة من حق الأنصار يحبوا يربحوا قاع المقابلات نعم مني أنا شاهدت في هذا اللقاء شفناها حقيقة شفناها مقابلة جميلة ممتعة لكل الفريقين الصيدارة كانت من فريق مولودية الجزائر يعني نقول بللي تسعة فرص ثاني حالي تحديف مسجلوش لقطة لنقص الفعالية نعم ما كانوش كي ما نقوله كانوا أنا بالنسبة لي كانوا مقلقين لعبين تعمل الجزائر خاصة في الشوطة الثانية من ناحية المدافعين وين كانوا يحكموا الكوارات يلعبوا طويل طويل وهي أنا شفنا فريق أقبو لي قدم مقابلة جميلة شفتوا وين كان يحكم بالون كان يعتمد كان بوكو بلوس يعتمد على المهاجمات للمعاكسة لهذه هالا فورس ديالو كان ضي عدة أهداف سامحة لتهديف فريق أقبو نظن مولودية الجزائر سيفري أدوا مقابلة جميلة نقص الفعالية هي سبب في هذا اللقاء هدايا وينضيع عدة كورات أمام المرمان شاهدنا اللقاء نقول باللي انت تكلمت قلت يعني تعادل هذا عند الأنصار بطعم الهزيمة ولكن ليس نهاية العالم بيانسور ما زال العام طويل اليوم مولدة الجزائر تلتع دولة تلتع انتصارات سيفري كانوا قادرين بلك يديروا أكتر ممشي نهاية العالم اليوم لازم الأنصار هم بدوا اليوم تشوف انتها فايتة ستين ألف متفرج ها صافي بليزر حقيقة وقفين مع الفارق تحهم توجو ريبوسي والكيمو يقولوا الفارق تحهم من حقهم يطالبوا بالنتائج الإيجابية مثل كرة قادمة تقدر تتعادل تقدر تخسر للمشكل في مدة الجزائر بلك التسرع بس كنت تلموت ضغطة عن الأنصار ولا يعني الفعالية ما كانتش فعالية ما كانت نعم واضح نذكره بأنه لقاء المولودية من امتحاد العاصمة قد أجل رسميا من يوم 5 نوفمبر إلى تاريخ لاحق بسبب احتفالات المخلدة لذكرى سبعون لاندلاع طورة التحرير المباركة لقاء شباب الوزداد الاثنين القادم أجل ولقاء التولتة أيضا أجل يوم 5 نوفمبر نذكره أنه أمس كان فيها أو حكم اللقاء دون رمي المقدوفات في لقاء اتحاد العاصمة في شلف وبالتالي الكثير كان متخوف من أنه هذا اللقاء سيلعب بدون جمهور الدرب العاصمة بين المولودية والاتحاد نروحوا للمباراة الموالية ولو أنه تحدثنا على شباب الوزداد في البطاقة الحمراء لكننا سنشاهد لقطات هذه المواجهة والهدف الجميل الذي سجله جعبوت في هذه المواجهة هدف مقابل سفر فريق مقرى ضيع أو طالب هنا بضربة جزاء لكن الحكم لم يعلن عن أي شيء بعدها شاهدوا هذه الفرصة أو نعم فوجه لوجه الحارس حارس شباب الوزداد زغبة هو الذي تمكن من صد اللقاء جعبوت في هذه الفرصة الحارس أيضا بالمرصات شباب الوزداد كان خارج الإطار خاصة في هذا الشوط الأول الحارس منع فريق شباب الوزداد من تشجيل الهدف الأول هذه الفرصة الوحيدة أو الكرة الوحيدة التي كانت جانبية لفريق شباب الوزداد بعدها تواصلت سيطرة فريق نجم مقرى في الشوط الثاني مع هذه الفرصة التي كانت كثيرة قبل أن يأتي الهدف هذه الكرة الوحيدة لمحيوس كانت جانبية يعني الحارس تقريبا لم يلمس الكرة في كل الفرصة التي كانت لفريق شباب الوزداد إلا في هذه الفرصة ليأتي الهدف الهدف الوحيد في هذه المواجهة بعد مش مش في هذه الفرصة بعد قليل سنشاهد الهدف الوحيد لفريق نجم مقرى الذي أبل البلاء الحسن صراحة ولم يظهر عليه أنه أنه هاو الهدف الذي سجله جعبوت لم يظهر أن الفريق كان في إضراب لأسبوع وبعدها تنقل للبيض باروت خسر بربعية وعاد لبقرة باروت يعني عن طريق الحافلة هدف لسفر محمد قاسي سعيد انتصار مستحق لنجم مقرى ثلث نقاط تامينة لتخليه يعني أول انتصار لنجم مقرى وليتخليه عنده ست نقاط نعم ست نقاط ثلث عادلات وانتصار تت نقاط يتخليه شوية تنفس هذه البدايات تاع الموسم ولكن لما تشوف المقابلة في حدات هاردوان ما عندك ما تجمش تحللها ولكن بالنظر للفرص بقرة كانوا أكثر فرص وي كانوا عندهم فرص ولكن لما تشوف ملعب كيمة هذا والأرضية ميش مليحة وكذا راح ينقص مستوى ينقص مستوى تعلعبين ينقص كثير وواضح نروح لفاصل إشاري سنواصل بعد ذلك مخلفات الجولة السادسة من المحترف الأول فاصل ونعود اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر